تعالوا بقى الروح للمنتخب الأول المصري لكرة القدم للسيدات الشهر الجاي برضو هيشهد مبارتي للمنتخب مصر للسيدات تحت سنة 20 سنة ماتش منهم أمام نظيره ساوتومي في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كولومبيا وبالمناسبة البطولة دي مقرر لها أنها تتلعب السنة اللي جاية إن شاء الله هيواجه منتخب الشبات منتخب ساوتومي زهابا وإيابا في التصفيات الإفريقية على أن تقام مواجهة الزهاب يوم 8 أكتوبر المقبل فيما تحدد يوم 13 من نفس الشهر لموقعة الإياب طبعا اللي بيحصل دا كله يعني خطوات مهمة جدا بتاخدها الحقيقة كرة القدم النسائية ولسه كنا بنتكلم مع حضراتكم اليومين ثلاثة اللي فاتوا عن تفوق منتخب السيدات الأول وبصراحة يعني إحنا متفقلين جدا جدا بالخطوات اللي بتتاخد دي وبإذن الله هنعمل حاجة ونحتفل معاهم ببطولات قريب إن شاء الله بس أتمنى يكون قريب زي ما أنت بتقول بس بتهيالي الموضوع مش هيبقى سهلة أوي كده لأن دي رياضة فيها لعبات من زمان جدا ممكن من 20 سنة أو أكتر كمان عندك الكوادر يا كريم بس ما كانش فيه الاهتمام خالص خالص ولكن حد حتى بيؤمن وقتها بكرة القدم النسائية أو أن البنات ممكن يلعبوا كورة أصلا وأن يجذبوا عن دار كمان العالم بشكل كبير اللي حصل على أرض الواقع إن العالم ابتدى يختلف شوية مش بس في الداخل يا كريم يعني ابتدت كرة القدم النسائية وإحنا عملنا البطولة كاس العالم اللي كانت في أستراليا الأخيرة يعني كنت قدم النسائية وشفتوا قدي كان فيه حضور غير مسبوك لو المرة عداد بالملايين يعني كانت جابت العائد بتاعها كان بالملايين يعني الحضور كان أكثر من رائع فده إدى انتباع شوية أن كنت قدم النسائية بقت ليها رواج وبقى ليها شعبية في العالم كله ده أثر بالتالي على برضو الداخل فابتدت الناس قاطع فيه بنات بتعرف تلا وعلى فكرة فيه ماتشات كودا بنشوفها في كاس العالم كنت قدم النسائية صدقوني بيلعبوا أحسن من لما نشوف هنا فرق وفرق كبيرة صحيح صحيح يعني كورة قدم بجد فهي التاني هنرجع نقول النوع غير مقياس راجل ست يعني ملاش علاقة الكفاءة البوتانشل الموجود فكل دي عوامل أكيد هي دي الأساسية اللي احنا نركز عليها فهل هيبقى فيه منتقى في مصر كورة قدم نسائية قوي في الأيام اللي جاية أكيد لا في الشهور اللي جاية برضو مش سهلة بس في السنوات اللي جاية أكيد ده اللي حيحصل فنتمنى كل التوفيق ليهم لأنه هم فعلا بنات شطرين جدا وكنا بنقول مبارح برضو مع كابتر محمد لما ذكرنا المحترفات المصريات اللي فقنديه كتير جدا في الخارج ومنهم بارسلونا بالمناسبة فألا أنت عندك كوادر حلو